انهاء أو استكمال العام الدراسي قرار تربوي دخل إلى نفق الترقب والرقابة بعدما كان هاجسا طوال الفترة الماضية قبل البدء بأول مراحل العودة للحياة بشكل تدريجي النائب فيصل الكندري حذر سابقا من استئناف الدراسة في الرابع من أغسطس المقبل خوفا من إصابة الطلاب بالفيروس وتقدم بعد هذا التحذير باستجواب أعلن عنه يوم الأحد الماضي ضيق الوقت والخيارات وإعادة تأهيل المدارس بعدما تحول بعضها إلى محاجر ومراكز إيواء قد يجعل من عودة الدراسة خلال الفترة المتوقعة صعبا وأن عملية التعقيم ووضع نظام يحمي الطلاب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا تحتاج لمزيد من الوقت والحذر في المقابل تتدارس القيادات التربوية خططها لوضع بدائل تعوذ الحضور الطلابي في حال عودة الدراسة بعد انحصار الفيروس ومن بين البدائل يلوح نظام التعليم عن بعد الذي سيحتاج إلى إنشاء شبكة ربط بين أقطاب مثلث التعليم وهي الوزارة والمعلم والطلاب الملف التعليمي قد يشغل المساحة الأبرز في قادم الأيام لعمل التوازن بين مصلحة الطلاب ومستقبلهم وبين حمايتهم أحمد الشمري تلفزيون المجلس ترجمة نانسي قنقر